اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن سلسلة نصايح وتوقعات وتحذيرات الابراج لعام 2021 لشهر نينار النهاردة اخترنا برج من اكتر الابراج واعلى الابراج نسبة مشاهدة هو برج الحوت وهنتكلم عن برج الحوت كمان انا كنت بعمل لايف دلوقتي بس الخط فصل وان الترنت فصل فاحترنا نعيد الفيديو تاني طيب برج الحوت انت من الابراج اللي طلبت منكو في بداية 2021 انت محتاج ان انت تشتغل على نفسك محتاج ان انت تبذل مجهود علشان تقدر توصل لاحلامك وتموخاتك والحاجات يعني عندك امنية سوف تتحقق ان شاء الله وإذن الله في 2021 فمحتاج تشتغل على نفسك محتاج تبذل مجهود اكتر ركز في الامنية اللي انت عايز توصلها علشان تقدر توصلها يا برج الحوت خلي عندك طموخ خلي عندك مثابرة انت شخص محلل رائع شخص طيب تستحق كل الخير شهر يناير شايفه شهر ايجابي جدا جدا وخصوصا على مستوى العمل والمال عندكو فرص كتير جدا جدا ايجابية في العمل عندكو نجاحات عندكو انجازات عندكو ازدهار في العمل شايفه فيه علو شأن بالعكس بتحقق حاجات حلوة وحاجات لطيفة انت بنفسك فيها يا برج الحوت في العمل على مستوى المال شايفه جايلك فلوس كويسة جدا في شهر يناير ممكن يكون مصدر الفلوس ده صديق ليك او حد من اقرباءك او يجيلك فلوس حاجة انت اشتغلتها وتستلم فلوسها في شهر يناير فشايفه على شهر يناير جايلك فلوس كويسة وجايلك في مصدر دخل كويس ليك شايفك ممكن تكون بتشتري حاجة نفسك فيها ممكن تشتري يعني حاجة كان نفسك فيها حتى لو حاجة بسيطة ساعة عربية حاجة بسيطة مش عربية ساعة مثلا حاجة كان نفسك تشتريها تشتريها فعندك شراء حاجة نفسك فيها فعلى مستوى المال جايلك فلوس او هشايفك بتجمع فلوس لشراء حاجة او بتجمع فلوس في صديق لك هديك فلوس أو في فلوس جاية لك من بره بس عندك فلوس كوي سيب على مستوى العمل إيجابي جدا جدا على المستوى المالي كمان شايف إيجابية قوية جدا جدا يا بورج الحوت على المستوى الصحي شايف عندك زيارة لطبيب ممكن يكون عندك شوية مشاكل صحية بس بسيطة هتقدر أن تتعديها مش شايفها مشاكل كبيرة شايف عندك زيارة لطبيب بس زيارة بسيطة جدا وهتطمن على نفسك مفيش أي مشاكل صحية قوية ظهرة قدامك يا بورج الحوت ممكن تشتكي من ألم في العظم أو ألم في يعني خلي بالك من ألم العظم ما تخطش برد في جسمك ألم في العضلات أو كمان ممكن يكون عندك شكوى من ألم أصفر الظهر أو الرقبة حاجة ليها علاقة بالظهر أو الرجل كمان أو رقبة حاجة ليها بعلاقة بالعظم الحوت 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 على الصفر شايف عندكو الصفر شايف الصفر ده إيجابي في خير ليك ممكن يكون فيه تواصل مع الجهات خارجية بس شايفة أنه ممكن الصفر ده يكون مصدر خير ليك أو مصدر نجاح ليك أو حاجة إيجابية لو أنت بتفكر في التسافر بشجعك على الصفر ممكن الصفر ده يكون سياحة أو ممكن يكون فصحة أو ممكن يكون عمل أو ممكن يكون شهر عسل بس هيبقى فيها حاجات إيجابية بورج الحوت بس نصحتي ليك الشهر ده أنت تخلي بالك من صحتك ولو حاسس بأي وعكة أو أي تعب تروح تزور الطبيب على طول وتاخد بالك من صحتك بلاش الاحتكاك كتير بالعالم بلاش أن أنت يعقل خروجاتك يا بورج الحوت بس صحيا أنت كويس بس أنا شايفة فيه نجاحات قوية في الدراسة يعني لو أنت بتدرس يا بورج الحوت عندك تقدم لو عندك نتيجة بحاجة هتنجح فيها وهتعمل فيها إنجازات قوية وعندك إزدهار قوي ملحوظ قوي في العمل بس ابذل مجهود يا بورج الحوت وخليك سمارت ووركر يعني اشتغل بزكاء ما تشتغلش هارد وورك اشتغل سمارت وورك طيب للناس المرتبطين أو الناس فيه متجوزين أو مخطوبين شايفة إن اللي عنده هقل الفترة دي بس شايفة إن حبيبك يا بورج الحوت الشخص اللي أنت بتحبه بيرقبك في صمت عمل بيرقبك بيرقب سوشال ميديا بتاعتك بيشوفك بتعمل إيه بس الشخص ده يعني بيحبك قوي على فكرة و هو ممكن يكون زعلان منك أو فيه زعل منك أو فيه زعل فيه شوية غضب منك بس الشخص ده بيحبك أو فيه مشاعر إيجابية من ناحيته من ناحيته ليك بس هو حاس بس أنا جيت على كرمته إن إنت يعني زي ما يكون خناء كده وإنت جرحته فيه زعلته قلتوله كلامية دايق فهو كرمته نحل شوية بس أنا شايفة إن إنتو الاتنين مثلا كان فيه عندما بينكو قوي كنت عمليني بقى تعني دم مع بعض وكل واحد فيكو شايف إن التاني إن التاني مثلا هو اللي يازم يتخلى على الرأيه بس أنا شايفة إن العند ده هيقل كتير جدا جدا بس أنا شايفة إن فيه طرف ثالث في العلاقة دي بس هو مش إفاكتف قوي طرف الثالث ده ممكن يكون شغل ممكن يكون صفر ممكن يكون عائلة ممكن يكون شخص آخر بس أنا شايفة إن علاقتكو أقوى من الطرف الثالث يعني حتى لو فيه طرف ثالث علاقتك بالشخص اللي أنت بتحبه أو علاقتك بحبيبك قوية جدا من دراكة من فيها انتصار على الطرف التالي صحتي للناس المرتبطين يعني ما تكونش اجرسف مع الشخص اللي انت مرتبط بيا برج الحوت اتكلم معاشه فهو زعلان من ايه انا شايفة ان انت ممكن تكون انت غلطت في حقه قلت له كلام دايق قلت له كلام يزعله هو متداق وزعلان عشان هو حاسس ان انت جيت على كرامته او جيت على كبرياء وشخص باعتز قوي قوي بنفسه فحاول ان انت بتظهر حبك يا برج الحوت حاول ان انت تبين مشاعرك حاول ان انت ما تكونش يعني حاول انت تظهر مشاعرك وما تكونش اظهر مشاعرك اظهر حبك يعني ما تكونش غامض بالنسبة له عشان دي حاجة ممكن تكون بتدايونك انا بصت نزلت بطرح عشان هي نقيقتني خلاص طيب مين الناس السنجل وده سؤال اتسألته من صديقتي ايا دي صاحبتي يا جماعة بس تايا سنجل وعملها تقولي مين جاي في حياتي يا برج يا رشف لبرج الحوت طيب معنيش يا جماعة صوتي مبحوح حشان لستك كنت بزعق لبنتي عملة جعجع كده وصوتي مالي البيت فتقريبا جارتي حتى جات كلميته وانا كنت بزعق ليه فصوتي راح خالص خالص يلا ربنا يهديه ولادنا كلهم قولي يا جاء القراءة دي بتتفق معيك ولا لأ قولي يا برج الحوت هل فعلا انت عندك امنية وممكن تكون صحيا شوية الدنيا مش مصبوطة معيك ولا لأ طيب لو هقول من الشخص القادم في حياة برج الحوت السنجل جالك شخص رومانسي جدا يا برج الحوت شخص ايجابي شخص متحرك شخص انرجاتك شخص بيحب الحياة بيحب الانطلاق شخص بيحبك قوي قوي معجب بيك جدا وشايف ان انت شخص طيب وشخص معطاء وشخص كريم الشخص ده الشخصيته عاملة زي البيبز كده هو برسناليتي بتاعته هو شبه الاطفال شوية كده عارفين هو اكتنج لك بيبي هو عفوي جدا هو زي البيبي هات يعني تلقائي وعفوي زي البيبي هات على نيته على سجيته مش خبيس خالص ولا غامض ولا في حاجات دي خالص روحاني عنده الروحانيات بتاعته عالية متدين شخص عارف ربنا بيصلي طيب شخص طيب قوي قوي زيك يا بورج الحوت هو شايفك ازاي شايفك ان انت طيب شايفك ان انت حنين شايف ان انت معطاء شايف ان انت كريم جدا في فلوسك وحبك شايف ان انت هو شايف فيكس كل الصفوات اللي هو بيحبها علشان كده ودي المفاكة الحلوة النشاط ده هيبقى داخل على ارتباط رسمي يعني مش داخل يلعب لا هو داخل عايز يقرب منك بجد عايز يعرفك بجد عايز يدرسك علشان يعرفك الاهل علشان يتجوزك الشخص ده ممكن تتعرف عليه عن طريق صديق مشترك او عن طريق العمل او صدفة او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تتعرف عليه صدفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بس نصحت لك يا بورج الحوت يعني متكونش غمض قوي برضو حاول تبين مشاعرك متحاول ان انت لما تحس بحاجة تقولها والشخص دي على فكرة ممكن يكون لي ما كان في المجتمع او شخص مشهور ناجح يعني اما في عيلته او في الشغل بتاعه او حتى مشهور مشهور يعني برج الحوت اصلا مش مدي ما بيهتمش قوي بالحاجات دي بس انا شايفة ان في العلاقة دي في شخص فيكو مجروح او متداق او زعلان ممكن تكون انت يا برج الحوت او الشخص الاخر في حد فيكو داخل العلاقة هو لسه عنده جرح قديم او عنده زعل من حاجة قديمة او عنده حاجة مضايقات بس لو هو الشخص الاخر حاول تحتويه حاول تسمعه خليه تكلم خليه عبر عن غضب وخليه عبر عن حاجات الهيه مزاعلان فيس حد بسألي هنا مين التقاطر موجودة او مين الابراج اللي باينا عند برج الحوت في الشخص الجديد انا اقول لكم الابراج اللي ظهرة في الحب يعني الابراج اللي ظهرة في الحب مع برج الحوت هي الابراج التلئة أبراج ترابية زي برج العزراء وبرج الطور أبراج مائية زي برج العقرب أبراج نارية برج الأسد أبراج هوائية برج الدلو برج الميزان ديت الأبراج الزهرة عند برج الحب طاقتهم موجودة سواء هو الشخص الجديد أو الناس المرتبطين طيب عندك طرف ثالث في العلاقة دي واضح أن علاقة دي تظاهر فيها طرف ثالث بس علاقتكو هتكون أقوى من الطرف الثالث يعني الناس المرتبطين ممكن يكون عندهم طرف ثالث والناس سنجل دخل في العلاقة طرف ثالث فمش عارف يا جماعة شهرية تقريبا هو شهر الطرف الثالث بس علاقتك بالشخص الجديد ده هتكون أقوى من الطرف الثالث الطرف الثالث ده ممكن يكون شغل ممكن يكون شخص ده بيهتم شغله جدا ممكن يكون عنده مشاكل في العيلة ممكن يكون عنده أصدقاء كتير جدا فالطرف الثالث مش شرط يكون شخص آخر طيب علاقتك هتكون عامل زي شايفة فيه انجزاب قوي جدا هيحصل ما بينكو شايفة فيه مشاعر كده هتبدأ تعجب به شيئا فشيئا هتبدأ تفكر فيه وتحلم به برج الحوت يعني لو انت حلمت بالشخص ده عرف ان هو الشخص المنتظر وشايفة ان العلاقة فيها تقدم فيها نجاح فيها يعني ممكن توصل لخطوبة على فكرة فترة الجاية أو تبقى علاقة رسمية الشخص ده حتى ممكن يفكر يعرفك على أهله أو على أصدقائه المقربين وانت هتعجب به جدا هيجزبك هيشغلك تفكيرك وفيه تواصل روحي قوي جدا وتخاطر قوي جدا جدا ما بينك وما بين الشخص ده يعني انت هتتواصله روحيا هتتتخاطره مع بعض يعني هيفكر فيه كتير جدا وانت هتفكر فيه وانت هتنجزب للشخص ده قوي مقدما يا برج الحوت قولولي قراءة دي بتتفق معيك ولا لأ قولولي تفرجوا علي من فين اعمالوا شار كتير كتير لأ أحد تعرفوه أو منشن لسخبته من برج الحوت قولولي يا برج الحوت هل فعلا بدأت تنجزب لأ شخص تعرفت عليه صدفة قبلته لسه قبلته ولا لسه بس هتقابله ان شاء الله بإذن الله وزي ما قلتلكم انه هو شخص جزب جدا وانت كمان هتكون جزب جدا وهشوفه جزب جدا ومحب للحياة وعلى نيته وعلى سجيته ودمه خفيف على فكرة زيك يا برج الحوت تانكيوب بحبوك يا برج الحوت وبتمنى لكم السعادة خلي بالكم وصحاتكم